استاذ امو مجدي تتفرضل من الشرقية استاذ امو مجدي سلام عليكم وعليكم السلام وراح اطلاه بركاته انا بحب البرنامج بتاعك قوي يا شيخي ربنا يحفظك ربنا يكرمك ويزيدك نور وبركة يا رب انا مش اخد من وقتك كتير سد دالي بس عايزك تقول لحاجات في الدين عشان انا تعبانة نفسية ايه اللي تعبك مين اللي جاي عليك انا بظلمت كتير قوي من يد حوالي واقرب الناس يلي ولكن انت ربنا سبحانه وتعالى لا يظلم ربك احدا بس ربنا سبحانه وتعالى عدل وربنا انت في حمى ربنا وفي كرم ربنا وبعدين رشت اتجوزت ابن عمي يعني هو هو ابن عمي ابن عمي العمي يعني راح اتجوز علي واحدة تانية بس اني ربيت بنصيبي يعني والتحمد اللي عشان معي اربع ولاده وكده طيب بس في انت ظلمت من عمي المفروضي حميمي حلفنا عن مصحف ومش عارفة يمين المصحف فاني مش ليات فيه وحاجة انا ما عملتها طيب يا حاجة حاجة بممجدي قوليلي بس اسأليني سؤال عشان اساعدك فيه اسأليني سؤال انت عايزة تعرفي ايه اللي ممكن يهديك في الحالة اللي انت فيها دي اعرف اللي هم بالملوفية ده ايه اخرتوا معي يعني طيب اقول لحضرتك يا حاجة بممجدي اقول لحضرتك بس حاجة بممجدي الناس في تصرفاتها ربنا عيحسبها على كل فعل لان الله سبحانه وتعالى حرم الظلم والظلم وظلماته يوم القيامة وامر الناس انهم ما يظلموش بس انا بكلم حضرتك مش بكلم اللي ظلموك اللي ظلموك الظلم وظلماته يوم القيام الله سبحانه وتعالى وهو الملك وهو اذا فعل اي شيء لا يكون ظالما يعني الله سبحانه وتعالى لن يكون ظالما لأحد لان الملك ملكه فليس فعل الله فيه ظلم ولكن الله سبحانه وتعالى قال فيما روى حضرة النبي عن رب العزة ماذا اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة ألا فلا تظالموا يبقى ايه اللي حاصل يبقى اللي بيظلم أخاه بيرتكب كبيرا ويبقى ايه واللي مرتكب الكبير ده يبقى في ماذا في مشيئة الله انشاء عذبه وانشاء غفر له يعني الظلم ده من الزنب زي موقيت الزنوب تروح بالاستغفار ده يفضل معر لازم استغفر واجب علي ان انا استغفر ويفضل متعلق في رقابك فبقول لي كل اللي ظلموك اتقوا الله سبحانه وتعالى اما انا بكلم حضرتك بقى بقولك ايه بقولك ان انت لابد تنظر لحياتك النظرة تانية ربب لابد توسعي حياتك وما تخليش الناس اللي بيحبوك هم كل حياتك العمر التاني انت بتقولي ايه اخرتها اخرتها ان انت في لطف ربنا يا حج ام مجدي انت هو قدرت تشوفي حاجة وتنتفعي بيها ولسه بتتقل له ولسه بتصلي ولسه عندك اخلاق ولسه عندك قيم دي نعم فيه ناس مش لقينها فلذلك انا عايزك تعملي ايه ما توقفيش حياتك على حد ولازم توسعي حياتك المعنى كده بقولك ان انت ما تكمل لا تكمل الجواز بس انت لازم تتوسعي حياتك لازم تشوفي اشياء جديدة وتحطيها في حياتك وتوسعي حياتك لان ده تلا يخرجك من الكآبة اللي انت فيها ومن احساس المظلومية اللي انت فيها دي ويخلي حياتك احسن وافضل ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة